بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير إخواني أخوات المواطنين وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك عاده الله علينا جميعا بالخير على أعقاب القرارات التي تم اتخاذها والإعلان عنها بفتح عدد من القطاعات الاقتصادية خلال الأيام الماضية وبعد التواصل مع عدد من الغرف التجارية وغرف التجارة لأردن وعدد من الفائلين في هذه القطاعات فقد تقرر تعديل بعض هذه القرارات سيرا على النهج الذي تحدثنا عنه سابقا بأن جميع قراراتنا التي تصدر يتم تقييمها يتم مراجعتها ويتم تعديلها أو تصويبها في حال كان هناك فيها أخطاء وكان هناك حاجة لمراعاة بعض الأمور ولذلك فيما يتعلق بشرط التوصيل المنزلي لعدد من القطاعات مثل قطاع الأثاث قطاع الملابس وغيرها من القطاعات تم إلغاؤه ولكن يبقى شرط التوصيل المنزلي لقطاع القطاع الغذائي الحلويات والمطاعم في حال السماح لها وتلك التي يسمح لها بالعمل فلزاما عليها الالتزام بشرط التوصيل المنزلي وكل ما عدا ذلك من قطاعات في القطاعات التجارية المختلفة تم إلغاء شرط التوصيل المنزلي فيما يتعلق ببعض الشروط الأخرى التي تم الحديث عنها والتي تم ذكرها وتطلبها وتم الحديث عنها من مختلف الجهات سواء دولة الرئيسة أو أصحاب المعالي الوزراء والتي تم وضعها بداية لحماية المواطن سواء المتعلقة بالضمان الاجتماعي لحمايته في حال تعطله أو احتياجه لبعض المبالغ المالية في حال انقطاع عن العمل والتي سيتم الحديث عنها من قبل عطوفة مدير عام الضمان الاجتماعي أو تلك المتعلقة بالدفع الإلكتروني بالوسائل المختلفة المحافظة الإلكترونية أو الكروت الإلكترونية والتي تم تطلبها حفاظا على صحة المواطن وبناء على النصائح الطبية من معالي وزير الصحة واللجان المختلفة لجنة الأوبئة وخلافها من اللجان فهذه متطلبات ستبقى قائمة ولكن خلال الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون هناك لجان في كل المحافظات لكل المنشآت الاقتصادية للتوعية والتعليم على الاشتراك بالضمان الاجتماعي والتسجيل بالمحافظ وأدوات الدفع الإلكترونية ولكن لن يتم إغلاق منشآت لعدم التسجيل بالضمان الاجتماعي ولن يتم إغلاق منشآت لعدم تفعيل الدفع الإلكتروني خلال الأسبوع القادم ولكن نتأمل من الجميع أن ننهي هذه المتطلبات خلال الأسبوع القادم وسنستمر بكل الجولات التفتيشية لمختلف الجهات الرقابية بالحفاظ على شروط السلام الصحية فنتأمل من الجميع المحافظة على هذه الشروط والالتزام بشروط السلام الصحية والتأكيد على مختلف المنشآت الاقتصادية المتعاملة خصوصا مع الجمهور أن تقوم بتنفيذ هذه المتطلبات والتقيد بها وهذا ينطبق على جميع المنشآت سواء التي فتحت مؤخرا خلال هذا الأسبوع أو التي فتحت سابقا جميعها مطلوب منها الالتزام باشتراك الضمان الاجتماعي والالتزام بأدوات الدفع غير النقدية يعني ما يدفعوش كاش وهذه الاشتراطات والمتطلبات جميعها لحمايتنا جميعا فيما يتعلق بسؤال تكرر كثيرا القطايف بيع القطايف برمضان سيسمح للمخابز ببيع القطايف في رمضان شريطة أن تكون مغلفة معجونة مسبقا معدة مسبقا تباع مغلفة مبكتة ولا يتم عملها بتواجد الجمهور كي لا نشهد اكتظاظ أو طوابير مرة أخرى يسمح للمخابز ببيع القطايف ولكن شريطة أن تكون معدة معلبة مغلفة مسبقا كل عام وأنتو بخير مرة أخرى حمى الله الأردن وشعبه العظيم وقائده الحكيم الله أتكلا